مرحبا أنا محددتكم عهود جمال وهذه تاني حلقة من حلقات السلسلة من الفيديوهات اللي بعرفكم فيها على بعض من الأمور اللي ممكن نستفيد منها في حياتنا عنوان هذه الحلقة الهوية ومجددا الكلام عميقي كتير مش لأي حد سوى من هلأ إن انت مش عميق لا سمح الله فدعك من هذا الفيديو هو ليس لك طيب الهوية عمرك سألت نفسك مين أنا يا تانا شو كان جوابك جرب هيك واقف الفيديو شوي واسأل نفسك مين أنا وشوف شو ممكن يكون جوابك أوك رجعت معاك الجواب بهنيك هذا مش انت جوابك وفي أبها حالاته لن يخرج عن أنا اسمي فلان عمري تريرن تريرن جنسيتي كذا كذا ديانتي نقط 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 قبيلتي اكس 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 أصلي واي 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 وإن كنت ممن حلفهم الحظ وفافي كتير حتقول هواياتي واحد من ثلاثة ومجددا بهنيك هذا مش انت مش انت الحقيقي اف شو بتخبصي يا عهود شو هالحكي ويغيري يا بنت الحلال أوكي أنا بثبت لك تخيل معي أو بلاش تخيل ركز على الرسم اللي قدامك هذه أم كانت عايشة على بقعة من الأرض خلينا نسميها شين رحلت الأم لبقعة أخرى من الأرض اسمها سين الأم أنجب الطفل بدنا نسميه واحد فجأة ساءت الأحوال صار حرب تغيرت الظروف اضطرت الأم تفترق عن الطفل واحد وتركته خلفها في البقعة سين ثم الأم بطريقة ما هاجرت هجت رحلت وريفر المهم وجدت نفسها في بقعة اسمها صاد وفي البقعة صاد جابت طفل آخر بدنا نسميه اتنين ماتت الأم لا حول ولا قوة إلا بالله بعد وصولها مباشرة وما قدرت تربي لا واحد ولا اتنين فبالنتيجة شو صار عنا؟ صار عنا الإبن واحد اللي نشأ وترعرع حل وترعرع في بقعة سين واللي صارت هويته سينية والإبن اتنين اللي نشأ وترعرع في البقعة صاد واللي صارت هويته صادية مع إنه واحد واثنين أخوة ودمهم أصله واحد إلا إن كل واحد فيهم صار عنده هوية مختلفة لسوء الحظ مرة أخرى طبعا زي ما كتير بحصل في العالم منذ قديم الأزل حروب وحروب 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 نشأت حرب بين البقعة سين والبقعة صاد الحرب كانت على إنه سين جزء من صاد واللصاد هي الجزء من سين وخلال الحرب وقف الأخوة واحد واثنين قدام بعض ومع إن ملامحهم المتشابهة جدا بتقول إنه أساسهم واحد إلا إنهم كل بساطة تغادوا عن هذا الشبه وتمسك كل منهم بالاختلاف اللي بينهم واللي هو هويته هذا سيني وهذا صادي كل منهم بحارب لأجل الهوية اللي بينتمل إلها كل منهم بحارب لأجل الهوية أصلا هي مش هويته الحقيقية لأن الأتنين أصلا أصلا لا من بقعة سين ولا من بقعة صاد وإنما من شين إذا بتتذكروا في أول الفيديو يعني هم الأتنين مفترض يكونوا شينيين لكن شاءت الأقدار إنه يصير معهم كل اللي صار ويصير منهم واحد سيني وواحد صادي طيب أوكي شو معنى هذا الكلام كله؟ معناه إنه الهوية اللي أنت بتعتقد إنها هويتك هي حقيقة هوية المكان اللي أنت واجدت نفسك فيه هي البرمجيات اللي أنت تبرمجت عليها من أول من ولات أنا عطيت اسم ورثة جنسية ورثة معتقد بدأت تكتسب عادات وتقاليد وأعراف المجتمع اللي نشأت فيه لأ وكمان صرت قاتل لأجلها طيب هلأ إنت وقفت شوي هيك دربت بريك وسألت نفسك هل هذا فعلا أنا؟ هل كل ما أحمله من اسم وجنسية ومعتقد وعادات وتقاليد وأعراف وفكر؟ هل هو فعلا أنا؟ هل كل ما أحمله بيمثلني؟ وهل أنت أيقنت أنه كل شيء بتدافع عنه سواء كان هوية أو فكر أو معتقد أو قيم؟ هل هو فعلا أنت؟ ولا هي هوية وقيم وفكر وعادات اتبرمجت عليها نتاج المكان اللي أنت وجدت فيه نفسك فيه؟ طيب عودة للطفل واحد واثنين مين واحد واثنين هدول؟ واحد واثنين وتلاتة وأربعة وعشرة هدول إحنا أنا وإنت وإنت وهو وهي تذكر أنه كلنا يجينا من ناس الواحد آدم وحوة يعني كلنا بالآخر من شين؟ كلنا شينيين بس شاءة الأقدار أنه نتوزع هنا وهناك وصر ناسين وصاد ولام وحاء وعين وغين لكن بالأساس إحنا مين؟ إحنا بني آدم كلنا زي بعض كلنا بيجمعنا شيء واحد كلنا أرواح قادمة من السماء لابس جسد اسمه إنسان فإذا فيه شيء واحد بيجمعنا وهو إنه إحنا كلنا أرواح قادمة من السماء لابس جسد اسمه إنسان فليش ما نركز عليه ونكبر كلنا فيه؟ نكبر كلنا مع بعض نرقى بأرواحنا بدل من ضل أجيال وأجيال نقتل في أرواح بعض ونهين في أجساد بعض ونستحل دم بعض علشان هوية لا هي هويتك ولا هي هويتك ليش ما نسمي أنفسنا باسم هويتنا الحقيقية؟ وكلنا نرجع لأصلنا الحقيقي الأصل اللي بيجمعنا ما بيفرقنا الأصل اللي بيخلينا ننهض مع بعض مش نكسر بعض فهمتوا إشي؟ قلوا لي بالتعليقات وترى عادي أنا بتقبل الرأي والآية والرأي الآخر فإن ما عجبكم الكلام احكولي لنتناقش باي